اشتركوا في القناة دراسة تاريخية واحد اتنين لتورجية تلاتة ابائية ومعروف في اننا لا نستطيع ان نفصل في الزمن الفصحي وزمن القيامة بين الخمسين المقدسة لا نستطيع ان نفصل بين القيامة والصعود والجلوس عن يمين الاب وحلول الروح القدس المعزي للأسف الشديد ان مشكلة الجهل اللي ترجي بجهلنا بالاصول والمعاني والمفاهيم يجعلنا لا ندرك الابعاد القيمة في الروحانية هذه الاعياد وكيف انها عبور وفصح ونور وفرح وبهجة وهتاف وملء يروي النفس المعيية ويملأ النفس الدائبة بكل ما في هذا الزمن من الالحان ومن العبادات ومن السجدات ومن الدورات ومن القراءات كلها تصب في هدف وفي بناء النفس مع الاستاذ الدكتور استاذنا الغالي استاذ الدكتور ميشيل البديع عبد الملك في دراسة شيقة جدا وبحسية موسقة عن عيد الصعود والعنصرة المجيد من النواحي التاريخية والليتورجية والابائية شرفنا دكتور تفضل في المحاضرة اللي فاتت كنا قدمنا يعني بصورة مجازة جدا نمازج لبعض النصوص اللي هي كانت بتوضح لنا عن كيفية ومتى تم الاحتفال بالخمسين والصعود والعيد العنصرة فزي ما قدمنا المرة اللي فاتت إن ابتدى من القرن الخامس الكنيسة تأكد على الاحتفال بعيد الصعود كعيد فردي داخل فترة الخمسين المقدسة ومن هنا بننطلق علشان نتكلم عن عيد الصعود كعيد مستقل بذاته ما كانش مرتبط يعني ما كانش بيحتفل بي ضمن عيد العنصرة وعيد العنصرة كعيد محتفل مستقل بذاته واللي قال عنه أسابيس القيصر إنه هو ختم الخمسين المقدسة يعني اليوم الأخير للسبع أسابيع علشان ندرس الموضوع ده هو من ناحية الكتابية اللي هو من كتابة المقدس ومن ناحية التاريخية إحنا وفينا جزء منها ومن ناحية الليتورجية وتعليم أباء الكنيسة في هذا المجال عاوز أتكلم عن جزء تمهيدي نتابع في أحداث قيامة الرب يسوع من بين الأموات ودية اللي حدخلنا لعيد الصعود وبعد كده إلى عيد العنصرة ونتكلم بقى بعد كده عن معايشة العيدين دولة في الصلوات الليتورجية وإهميتها اللاهوتية في تعليم أباء الكنيسة على مرة أصور القرون والفوائد الروحية للعيدين العيدة على المؤمنين أحداث قيامة المجيد ووقعها بين تلاميذ رب يسوع والمريمات القديسات اللواتي كنا يتبعناهم في إنجليو حنى الإصحاح العشرين لما مريم المجدلية زراحت القبر وكانت تبكي فشافت المسيح كشخص غريب وبعدين عرفها بنفسه لكن عطاها رسالة هي مش واضحة لها ولا للتلاميذ وكان عليها أنها تأخذ الرسالة دي وتعلنها للتلاميذ بيقول لها إني أصعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم دي الرسالة اللي هي حتبلغها للتلاميذ اللي حصل إن هي حملت الرسالة دي وبيذكر القديس موركوس الإنجلي عن حال التلاميذ فبيقول فذهبت هذه وأخبارت الذين كانوا معه للتلاميذ وكان وضعهم إيه بقى؟ بيقول للقديس موركوس وهم ينوحون ويبكون التلاميذ استمعوا للبشارة اللي هي مملوءة أسرار كان عندهم خوف ودهشة وشك وعدم ثقة بيقول إنجلي موركوس فلما سمع أولئك أنه حي وقد نظرته على المجدلية لم يصدقوا في الواقع تومة مش هو الوحيد من بين الاثناشر اللي هو شك في قيامة المغالص كلهم شكوا مع هذا واحد اللي هو التلميذ القديس يحنى الإنجلي اللي هو الذي أحبه يسوع ليه بقى؟ لأنه ذكر في إنجلي يوحنى أنه لما دخل القبر في الحال بيقول وراء فآمن بالنسبة لبوتروس بيقول ترك القبر مزهولا ده في إنجلي يوحنى فمضى متعجبا في نفسه مما كان لحظه من التعبيرات اللي هو بيذكرها الإنجليين موركوس بيقول أنه حالهم كانوا بينوحوا ويبكوا لما رحت لهم مريم بيقول لم يصدقوا وهنا بوتروس راح القبر فمضى متعجبا بالواضح أن التلميذ لم يتوقعوا ولم يصدقوا أولا حدث القيامة المجيد طب بالنسبة للمريمات كانوا على يقين تام من أن يسوع مات واصطرع في القبر لذلك ذهبوا إلى المكان الذي وضع فيه جسد الكلمة الوحيد الجنس مع الأطياب الذي أعددناه ليأتينا ويدهنه وكانوا يفكرون في الطريق وقلنا يقولنا فيما بينهن من يضح رجلنا الحجر عن باب القبر لذلك مريم المجدلية حزنت وشكت بعد أن وجدت القبر فارغ من جسد المخلص وقالت إنهم أخذوا سيدي ولست أعلم أين وضعوه عندما سمعت النساء ببشارة الملاك هربنا من القبر في خوف ورعدة زي ما يقول القديس ماركوس ولم يقلنا لأحد شيئا لأنهن كنا خائفات يعني الألأ والخوف مسيطرة على الجميع ولما تكلموا هنا تلميزية عمواس لما كانوا ماشيين لم يصدقهم أحد يعني التلميز تلميزية عمواس لما انكشفت أمام أعينهم شخصية الضيف الغريب رجعوا مؤخباره لم يصدقهم أحد بنفس الطريقة التي لم يؤمن بها أحد بما قالته لهم مريم أنها رأت الرب أو التلميزان اللي هما كانوا في طريقهم إلى القرية في عمواس الذين يعرفوا عندما كسر الخبز وأخيرا ظهر الأحد عشر وهم التكئون ووبخهم عدم إيمانهم وقصاوة قلوبهم لأنهم لم يصدقوا الذي نظروه قد قام لم يصدقوا المريمات لم يصدقهم التلميزية عمواس هنا مرؤس بيقول قصاوة القلوب اللي المسيح ووبخهم عليه يطرى القصاوة القلوب وعدم الإيمان دي كانت منين وإيه اللي خلى أعينهم تمسك عن معرفته ولماذا خافة تلميز كثيرا من أخبار القيامة ودخل الفرح القيامة ببطء لقلوبهم شديد بصعوبة دولة اللي كانوا منذ البدء منذ معمدية يحنى معينين لكل الآيات اللي صنعها في الشعب وشافوا أن الأعرج تحرك وفتح عيني الأعمى وأقام الأموات وشاف جميع العهات في الشعب وشافوا المعجزة الكبيرة أنه أقام لعزر بكلمة اللي كان في القبر أربع طيام فليه نسوا كل الكلام وكل الأحداث اللي حصلت حتى أنهما عبروا عن سر عدم إيمانهم جزئيا زي ما ذكر في إنجيل له التلميذين لما قبلهم الرب يسوع ولم يعرفه بيقول ونحن كنا نرجو أنه هو المزمع أن يفضي إسرائيل يعني كان عندهم خيبة أمل وشك زي ما كيليوباس كان بيقول للرب يسوع وكانوا يقصدوا بذلك أن فداء إسرائيل اللي هو تعرض للخيانة من تلميذ وحكم عليه بالموت والصلب أن خبر القيامة اللي جي به النسوة فقط أزهلهن ليه؟ لأنهم انتظروا انتصاراً أرضياً ونصراً خارجياً نفس التجربة ملكت قلوبهم ومنعتهم أولاً من قبول كرازة الصليب ففي إنجيل لؤة كانوا بيتجدلوا في كل مرة حاول فيها المخلص أن يكشف لهم سره أما كان ينبغي أن المسيح يتألم بهذا ويدخل إلى مجده كان كل ذلك لا يزال من الصعب عليه فهمه يسوع المسيح كان لدي القدرة على القيامة ولكن لماذا سمح بحدوث كل ذلك على الإطلاق؟ نخلي بالنا لماذا قبل على نفسه الخزي والتجديف والجروح؟ فأمام أعين كل أرشاليم ووسط الحشود الهائلة المتجمعة للاحتفال بالعيد العظيم تمت إدانته وعانى من الموت والخزي والألام لكنه الآن بعد القيامة نخلي بالنا لا يدخل المدينة المقدسة مرحش المدينة المقدسة ولا إلى الناس الذين رأوه عاروا وموتوا ولا رؤساء الكهنة والشيوخ ولا إلى بلاطس حتى يبين جريمتهم ويضرب كبرئهم نخلي بالنا بدلا من ذلك أرسل تلميذه في رسالة مريم بعيدا إلى الجليل البعيدة حتى حيث يظهر لهم حتى قبل ذلك بكثير قبل كده تلميذ كانوا بتسألوا في يوحنى ماذا حدث حتى إنك مزمع أن تظهر ذاتك لنا وليس للعالم العجب بتاعهم بيستمر حتى في لحظة صعود المسيح لما بيقولوا له يا رب هل في هذا الوقت ترد الملك إلى إسرائيل مازالوا لم يفهموا معنى قيمته ولم يفهموا ماذا يعني أنه صاعد إلى الآب ولكن انفتحت أعينهم فيما بعد عندما تحقق وعد الآن في الحقيقة نقدر نقول أن معنى وكمال قيامة السيد المسيح تكمن في الصعود فالرب لم يقم ليعود مرة أخرى إلى نظام الحياة الجسدي ولا لكي يعيش مرة أخرى ويتواصل مع التلاميذ والجموع عن طريق الوعز والمعجزات إنه الآن لا يمكس معهم بل يظهر لهم فقط خلال الأربعين يوما من وقت الآخر ودائما وبطريقة معجزية وغير واضحة بالنسبة لهم هنا بيعلق القديس يحن زبيل فم بيقول لم يكن دائما معهم الآن كما كان قبل القيامة لقد جاء واختفى مرة أخرى جاء يعني تجسد واختفى يعني اختفى عن أعينهم في الصعود مما أدى بهم إلى تصورات أعلى يعني بعد الصعود ابتدت أفكارهم تتعلق بالصاعد إلى السماء ودي كانت استعداد لقبول وعد الآب لم يعود يسمح لهم بالاستمرار في علاقتهم السابقة معهم بل اتخذ تدابير فعالة لتأمين هذين النقطتين أن يتم تصديق حقيقة قيمته بظهراته طبعا وأنه يجب أن يدرك هو نفسه بعد ذلك أنه أعظم من إنسان يعني هم شفوه بالجسد بس هو دلوقتي الإله المتجسد فكان هناك شيء جديد وغير عادي في شخصه كما يقول القديس يحن الزهبي الفم لم يكن حضورا مفتوحا بل شهادة معينة على حقيقة أنه كان حاضرا لهذا كان التلاميذ مرتبكين وخائفين فلم يقم المسيح بنفس الطريقة التي قام بها أولئك الذين أعيدوا إلى الحياة من قبله زي ابنة ييروس ابن أرمال اتنين ولا لعازر ولا حتى أجساد القديسين اللي خرجوا من قبرهم بعد قيامته المقدسة لكنهم عادوا للموت مرة أخرى فلقد كانت قيامتهم قيامة هؤلاء لبعض الوقت وعادوا إلى الحياة في نفس الجسد اللي هو الذي تعرض للموت والفساد عادوا لنمط الحياة السابقة وبعد كده رقدوا في القبور وأما المسيح فقد قام دائما وإلى الأبد قام في جسد ممجد لا يموت ولا يفنى لقد قام ولا يموت أبدا لأنه ألبس الفاني مجد عدم الفساد فكان جسده الممجد مستسنى من النظام الجسدي للوجود دي هتخلينا أن احنا نعرف إيه فكر الأباء أن المسيح يصعد بالجسد وما هو الجسد الذي صعد به فالقديس بوليس الرسول في رسالته الأولى أهل كورونس حق 15-42-44 بيقول إيه يزرع في فساد ويقام في عدم فساد يزرع في هوان ويقام في مجد يزرع في ضعف ويقام في قوة يزرع جسما حيوانيا ويقام جسما روحيا التحول الخفي أو السري للأجساد البشرية الذي كان يتحدث عنه القديس بوليس في حالة ربنا يسوع المسيح تم في ثلاث أيام تم إنجاز عمل المسيح على الأرض في التجسد تم في الموت والدفن ثم يرتقي إلى مستوى أعلى من الوجود إنه قام بقوة لهوته أبطل الموت ولشاه وألغى نموس الفساد وأقام معه كل جنس آدم قام المسيح زي ما بيقول يحنى زابي الفم والآن لم يبقى في القبر ميت هو الآن يصعد إلى الآب لكنه لا يذهب بل يبقى مع المؤمنين إلى الأبد لأنه يرفع الأرض معه إلى السماء وحتى أعلى من أي سماء فقوة الله في عبارة القديس يوحن زابي الفم بتتجلى ليس فقط في القيامة بل في شيء أقوى بكثير لأنه صعد إلى السماء وجلس عن يمين الله لذلك نحن نملك عربون أبديتنا وهو جسده الذي صعد به إلى السماء ثم أرسل الروح القدس لكي يمكس معنا وهو لم يقل أن الروح القدس نزل من السماء ولا يوجد بعد في السماء أو أن الجسد صعد إلى السماء والروح القدس نزل إلى الأرض كمبادلة يعني تبادل يعني أنا أطلع وأنت تنزل لأن الروح القدس هو معنا وفي السماء وفي كل مكان فلما ننتقل للحديث عن صعود الرب يسوع ونزول للروح القدس فهنلاقي فيه حركتين مختلفتين صعود ونزول نجد أن الكتاب المقدس مليء بفقرات متعددة حول التعبيرين دولا صعود الرب يسوع ونزول للروح القدس كانت هذه النصوص الكتابية عبارة عن مادة تفسيرية كتابية لأباء الكنيسة لا غنى عنها طوال تاريخ الكنيسة فإحنا باتباعنا لمرشدين وقادتنا من أباء الكنيسة في الكرون الأولى هنعرف كيف استخدم الأباء فكرة نزول للروح القدس وصعود الرب يسوع كنحية إرشادية لنكتشف العلاقة بين صعود المسيح وإرسال الروح القدس في قرون ماضية وبالذات في العصور اللي هي في منطقة أوروبا كان فيه بقى العلماء اللاهوت اللي هما بيدعوا المعرفة بمفاهيم لا تتطفق مع روح الكتاب المقدس فكان الشاع أن يحظى صعود يسوع باهتمام ضئيل نسبيا مقارنة بالصليب والقيام آه نتكلم عن الصليب والقيام بس الصعود إن احنا ما ندلوش اهتمام كبير يمكن اعتبار الإهمال ده ضعف بسبب عدم رؤيتهم لتأكدات أباء الكنيسة على الصعود باعتباره ذروة الفداء والشرط الضروري لنزول للروح القدس يعني ذروة الفداء صعود المسيح وده كان شرط علشان ينزل الروح القدس فتاريخ عمل الله تجاه شعبه يمكن أن ينظر إليه على أنه تعاقب من الحركات صعود ونزول وده بتؤسس زي هارموني موسيقى أو إقاع خاص بالفداء وتشكل مسبقاً حياة يسوع والزروة بتاعتها حياته بدءاً من التجسد وتبلغ زروتها في قيمته وصعوده إلى السماء وده محور الكرازة فالتجسد والصعود بالطبع فريدان من حيث أنهم أعمال عهد الله نفسه كإنسان لما تجسد وهنا في نقطة أنا بحب يعني أشير إليها في بعض التقوص اللي احنا بنمارسها ولكن ياريتنا إن احنا نبص للتعليم الإنجليا محور كرازتنا هو موت صلب وموت وقيامة المسيح وصعوده ده في قانون الإيمان وديت الرسالة اللي هو تكلم عنها القديس بوليس الرسول فما يصحش إن احنا في كل مناسبة وبالذات في الخمسين إن احنا نكتفي في السلاسة تقدسات بالإضافات أنه قامة من الأموات وما نكملش صعد للسماء ما قدرش تكلم عن القيامة بدون ما تكلم عن التجسد ما قدرش عن تكلم عن التجسد فقط دي أحداث خلاص تبدأ بالتجسد وزروة عمل الفداء هو الصعود فكون إن احنا بنلغي الكلام ده في صلواتنا الليتورجية ده كلام لا يتطفق مع روح الإنجيل أرجو إن إن احنا نراجع هذه النصوص ونرجع لروح الإنجيل هنركز حديثنا حول كيف رأى الأباء الأواء العلاقة لا تنفصب بين صعود المسيح بالجسد وعطية الروح في يوم الخمسين فعشان نغطي النقطة دي هنسترجع النصوص الكتابية لصعود يسوع وأيضا العنصرة منخشة كيفية استخدام الأباء الأواء الفكرة نزول للروح القدس والصعود ولما نحط الأساس ده هنستكشف بعض الأهمية اللاهوتية اللي رأاها الأباء الأواءل في العلاقة بين الصعود وانسكاب الروح وده كان محور محاولتهم لربط تعليمهم اللي هو شخص الرب يسوع اللي هي التعليم الخريستولوجية بالروح القدس وتعليم عنه اللي هو أو 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 الكنيسة يوجد في العهد الجديد مقطعين تاريخيين أساسيين بيوصفوا الصعود المقطع الأول بحسب ما جاء في إنجيل هو اللي صاحة 24 من الخمسين إلى واحد وخمسين بيقول وأخرجهم خارجا إلى بيت عني ورفع إليه وباركهم وفيما هو يباركهم إن فرض عنهم وأصعد إلى السماء فسجدوا له خلي بالكم ورجعوا إلى أرشاليم بفرح عظيم طبعا هنا شيء غريب إن لما قال لهم إن هو صاعد إلى الآب وحينفرد عنهم حزنت قلوبهم ولكن دلوقتي هم ما شفوه صاعد انفصل عنهم ولكنهم رجعوا بفرح عظيم أعمال الرسل الإصحاح الأول من 9 إلى 11 بيقول ولما قال هذا ارتفع وهم ينظرون وأخذته سحاب عن أعينهم وفي مكانه يشخصون إلى السماء وهو منطلق إذا رجلان قد وقف بهم بلباس أبيض وقال أيها الرجال الجليليون كلمة الجليليون ديت مهمة جدا ما بلكم واقفين تنظرون إلى السماء إن سوع هذا الذي ارتفع عنكم إلى السماء سيأتي كما هكذا كما رأيته منطلقا إلى السماء وبعدين إحنا في التقليد الكنسي بنقول إنه انطلق من المشارق لأن المسيح هو شمس البر ولكن الكلام ده مش موجود في الكتاب المقدس ده في التقليد الكنسي في المقاطع الكتابية بيحط القديس لقى الإنجلي صعود الرب يسوع بعد أربعين يوم فيه من القيامة في مقطع آخر في أعمال الرسل الصحاح 1-3 اللي كتبوا القديس لقى الإنجلي بيقول الكلام الأول أنشأته يتوفيلس عن جميع ما ابتدأ يسوع يفعله ويعلم به إلى اليوم الذي ارتفع فيه بعدما أوصى بالروح القدس الرسل الذين اختارهم الذين أراهم أيضا نفسه حيا ببراهين كثيرة بعدما تألم وهو يظهر لهم أربعين يوما ويتكلم عن الأمور المختصة بملكوت الله مع هنا اللاقي فيه بيحتفظ القديس لقى بحدث القيامة فاللاقي في هذه المقاطع أن الصعود هو الركيزة الأساسية اللي هي تربز بتربط حياة يسوع اللي هي موجودة فين؟ في الأنجيل اللي كلمت عن يسوع بحياة الكنيسة اللي هو أعمال الرسل علشان كده فيه توافق ما بين حياة يسوع اللي هو موجود في الأنجيل حياة الكنيسة الأعمال الرسل اللي هو الروح القدس هنا اللي بيعمل في الكنيسة فده ربط روحي كبير جدا قدمه لنا أباء الكنيسة ما بين حياة يسوع حتى صعوده إلى السماء وما بين عمل الروح القدس في الكنيسة وعلى الرغم من أن حسابات لواء الإنجيلي هذه عن الصعود ينظر إليها عادة على أنها قياسية لفهمنا للصعود كحدث تاريخي فتشرح مقاطع أخرى الأهمية اللهوتية للصعود باعتباره حقيقة واقعية يعني هنا في كتاب المقدس هللاقيه كحدث تاريخي ولكن في نفس الوقت الكتاب المقدس في مواضع أخرى لم يتخلع أنه يفسر لنا هذا الحدث التاريخي من ناحية اللهوتية كحقيقة واقعية فمن الأمور الخاصة لهذه الدراسة هللاقي مقاطع بتعرض موضوعات النزول الروح القدس وصعود الرب يسوع فمثلا في إنجيل يوحن الإصحاح الثالث بيقول وليس أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء هنا صعود ونزول ابن الإنسان الذي هو في السماء أيضا في الصحة السادس فإن رأيتم ابن الإنسان صعيدا إلا حيث كان أول قال لها يسوع لا تلمسيني لأني لم أصعد بعض إلى أبي دالمريم ولكن اذهبي إلى إخوتي وقول لهم أني أصعد إلى أبي وأبيكم وإلهي ولهكم وفي رسالة روميا وبيقول وأما البر الذي بالإيمان فيقول هكذا لا تقل في قلبك من يصعد إلى السماء أي ليحضر المسيح أو من يهبط إلى الهوية أي ليصعد المسيح من الأموت هنا بيتكلم عن صعود الرب يسوع والنزول هنا في حالة التجسد وفي حالة صعود حلاني الكنيسة اتخذت اختيار بعيد النظر بين القصص والشروحات المختلفة لصعود المسيح المعروفة في منتصف القرن الثاني وابتدت أن هي تستبعد بعض الروايات والقصص اللي هي كانت موجودة في كتب الأبوكريفة اللي هي الملفقة عن قانون العهد الجديد حول صعود المسيح إلى السماء وإلى الاندهاش العظيم للرئاسات الملائكية فمن بين العديد من الأوصاف المختلفة للصعود ومن كسرة التفاصيل حافظت الكنيسة فقط على ما هو مذكور في الكتاب المقدس على مستويين الجانب الأرضي والسماوي لسر الصعود الرب يسوع المسيح ملك المجد إلى السماء ده بالنسبة للتجسد وبين الصعود فالجانب الأرضي لصعود السيد المسيح للسماء يأتينا من خلال أقوال أباء الرسل كشهود عيان على القيامة فيخبرون بكل طواضع عن خبراتهم المرئية في اختفاء المسيح عن أعينهم في صعوده إلى السماء وعودتهم إلى أرشاليم بفرع عظيم القديس يحنى زابي الفم بيعلق ويقول بالقطع كان السيد المسيح يستطيع أن يصعد سرا زي مثلا حدث القيامة محدش سف المسيح هو قائم الأموات لكن كما كانت عيون التلاميش شاهدة لقيامته هكذا أيضا جعلهم المسيح شهود عيان لصعوده الفرح اللي هم رجعوا به متناقض لانفصال المسيح عنهم بالجسد وصعوده إلى السماء وفيما هو يباركهم انفرض عنهم وأسعد إلى السماء فسجدوا له ورجعوا إلى أرشاليم بفرع عظيم فهو فرح حقيقي بفضل اليقين بمجيء المعزي إلى وعد الآب الذي وعدهم بها سوع وها أنا أرسل إليكم موعد أبي فأقيم في أرشاليم مدينة أرشاليم إلى أن تلبسوا قوة من الأعالي لكني أقول لكم الحق ده في إنجل يوحنى أنه خير لكم أن أنطلق لأنه إلا أنطلق لا يأتيكم المعزي ولكن إن ذهبت أرسله إليكم والذي من خلاله يكون هو نفسه حاضرا في العالم فالمظهر الفائق للسر الذي هو وحيد والمهم للإيمان هو صعود المسيح القائم من بين الأموات إلى المجد الإلهي من الواضح جدا أن الصعود غير المرئي للمسيح القائم من بين الأموات إلى عالم المجد الإلهي هو جزء أساسي من السر اختفاء المرئي هما شفوه بيختفي من هذه الأرض ليس سوى وجهة نظر سنوية أما التقليد المسيح المبكر كان يركز كثيرا على التأكيد الأساسي لانتصار المسيح القائم وصعوده إلى السماء هنلاقي وصف الصعود في عديد من مصادر التقليد الكنسي سواء في الأبوكريفة يعني مثلا في حاجة اسمها صعود إشعية أو رسالة الرسل أو أبوكريفة بودرس دي كلها كتب غير قانينية لكن ابتدت تكلم عن صعود يسوع المسيح المرئي كتبات الأباء والمعلمين في الكنيسة زي يوستين وهرماس وإيرينيوس أوريجانوس أسانسوس غريغوريوس النزيانزي غريغوريوس النزي محن زابيل فام كل دي في العزاة بتاعتهم ولكن اللي هم منه إن أباء الكنيسة لا يعيدوا تقديم روايات الإنجليين في حسب ما بيكرروش بل يقدمون معلومات كتب الأبوكريفة عن صعود المسيح إلى السماء حول اندهاش وزهول القوات الملائكية يعني دي كانت موجودة لكن مش موجودة في الكتاب المقدس ولكن دي بتدعم الشرح والتفسير الأباي استنادا إلى المزامير لما المزامير الملائكة بيتحوروا من هو ملك المقد افتح يا الرأساء والملوك أبوابكم من هو ملك المقد اللي هو المزمور 24 فحلقي اندهاش وزهول القوات الملائكية استخدموا أيضا ده موجود في كتب الأبوكريفة ده يؤكد على انتصار المخلص الذي يعود بالجسد إلى السماء ليجلس طبيعتنا الإنسانية على العرش الملوكي الإلهي نفسه يقول القديس يحنى زبيل فم في عزة ألقاه في كنيسة الشهداء يقول إيه لكن نحن الذين لم نكن مستحقين أن نسود على الأرض صعدنا اليوم إلى ملكوت الله وإكتزنا السماوات وتلمسنا مع عرش الله الجنس الذي بسببه حرص الشاروبين من الفردوس لأن طبعا بعد سقوط آدم كان فيه يعني آدم بعد ما اضطرد كان فيه كروب بسيف من نار فالجنس الذي بسببه حرص الشاروبين من الفردوس يجلس اليوم أعلى من الشاروبين فبيقول أساس كل هذه الخيرات هو هذا اليوم الذي نحتفل به عيد الصعود لأن فيه صعدة بكورة طبيعتنا الإنسانية إلى الله ده الموضوع الرئيسي لعيد الصعود والتعبير اللي ترجي عن التقليد البسيط البداي اللي ورسيته الكنيسة فالجزء الأساسي من الحقيقة التي تعلمنا إياها الكنيسة إن صعود المسيح ليس مجرد حدث من أحداث الحياة الأرضية بل هو حدث يحدث في مجال المخلوقات الروحية يعني اللي هو ما وراء الطبيعة هنلاقي فيه الإعداد التدريجي لموضوع الصعود إن المزامير ابتدت إن هي يعني تلعب دور لشرح صعود المسيح بروح النبوة ودي بنسميها المزامير المسيانية اللي هي كانوا بيرددوها شعب بن إسرائيل وهم صاعدون إلى أرشاليم للهيكل علشان يقدمهم ويحتفلوا بالأعياد فبيقول المزمور 24 حوار ما بين الملائكة وزهولهم عند صعود المسيح الممجد عبر السماء الموضوع ده غائب في العهد الجديد ولكن كتب الأبوكريفة وأباء الكنيسة ربطوا بسر صعود أما مزمور 98 بيقول صعدت إلى العلاء سبيت سبيا قبل تعطاها بين الناس وأيضا المتمردين للسكن أيها الرب الإله فإن صعود المسيح إلى المرتفعات وخلاص الأسرة إشارة إلى الصعود وكذلك المزمور 110 جلوس المسيح الملك عن يمين الله وانتصاره على أدوه حتى وكذلك قانون مجمع نقية اللي إحنا بنتهي به المجمع اللي هو بيكلم عن صعود المسيح وجلوسه عن يمين الآب فحتى لو تم تأكيد موضوع الصعود والجلوس عن يمين الآب من قبل كتاب العهد الجديد ومن قبل أباء الكنيسة الأولى فإن عيد الصعود لا يظهر على هذا النحو حتى بداية القرن الخامس في البداية أرادت كنيسة أرشليم أن تذكرنا بأسرار فدائنا إمتى؟ إنها كانت تقيم قداس في المكان وفي نفس اليوم الذي حدثت فيه ولكن ما كانش هذا يعني الاحتفال بعيد الصعود ولكن فيما بعد انتشر الاحتفال بالصعود بسرعة كبيرة في جميع أنحاء العالم المسيحي بعد القرن الخامس هنلاقي من عزات القديس غريغوريوس النيسي اللي هي ألقيت على الجموع بتتكلم عن عيد الصعود وعلى ما يبدو أن الكنيسة ما قبل مجمع نقية المسكونة احتفلت بالصعود مع العنصرة ولكن ما كانش عيد منفرد وبشكل خاص تم تخصيص زمن الفصح خمسين يوم للاحتفال المشترك بينهم ووفقا للتعليم المشتركة لأباء الكنيسة فإن أهم مظهر من مظهر الصعود والنزول هو نزول يسوع إلى الطبيعة البشرية في التجسد وصعوده الإله المتجسد في قيمته وجلوسه عن يمين الآب في أحيان كثيرة بيعتمد الأباء في موضعات فيما يتعلق بالنص الكتاب اليوحنى لما بيقول يسوع وهو عالم أن الآب قد دفع كل شيء إلى يديه وأنه من عند الله خرج وإلى الله يمضي فيتم تفسير صعود ابن الإنسان إلى السماء أنه متوقف على نزوله من السماء زي ما بيقول القديس إغناطوس الإنطاقي في رسالته إلى ماغنيسيا لأنه كتب سبع رسائل ودهوت كان من أباء نهاية القرن الأول الميلادي بيقول في وقت مبكر كان هناك ميل إلى محاذاة التجسد والصعود زي ما بيقول يسوع المسيح مات وقام وصعد إلى السماء إليه أي الآب الذي أرسله وجلس عن يمين الآب هنا طبعا بيربط كل دول مع بعض فيه هيلاريوس أسقف بواتيه بيقول إذا كان الجسد متحدا بمجد الكلمة فيمكن للإنسان اللي هو طبيعة الإنسانية يسوع المسيح أن يثبت في مجد الله الآب ويمكن استعادة الكلمة المتجسد إلى وحدة طبيعة الآب حتى في طبيعة الإنسانية لأن الجسد المفترض نال مجد الكلمة وهنا بيحاول يؤكد على أهمية صعود ومفهوم الرب يسوع المسيح بالجسد هيلاريوس أسقف بواتيه ده اللي احنا بنتكلم دايما عنه ونقول أساناسيوس الغرب ولكن إيه هي الأهمية اللاهوتية لصعود المسيح الإسلوب اللي حطوا أباء الكنيسة علشان يفسروا الصعود على أنه زروة الفداء هي النقطة الأهم في حركة الصعود إلى أعلى إحنا عندنا في الكنيسة الإبطية لما بنحتفل بعيد الخمسين بنيجي في التوزيع ونقول لحنا الجميل صعدة إلى أعلى السماوات وأرسل لنا البرقليت هنا بنتكلم عن حدثين مهمين جداً الصعود والبرقليت في يوم واحد ده نتيجة لشرح الأهمية اللاهوتية للصعود وليس مجرد حدث تريقي في حين أن التأجدات التأريخية لللي سجلوا القديس لوقة عن الصعود لم يتجهلها أباء الكنيسة حيث بدأ المحتوى اللاهوتي للصعود محط اهتمامهم يعني في الأول ما كانش فيه اهتمام جامد أوي بالصعود كحدث منفرد في الواقع بقرية أباء الكنيسة هي أنهم عرضوا المحتوى اللاهوتي لسر الصعود كما قدمه غالبية كتاب العهد الجديد في الأحداث التي وقعت وفقاً لما دونه لوقة الإنجيلي في اليوم الأربعين لقيامة المسيح وعلى الرغم من أن هذا الاهتمام بإضاحة الأهمية اللاهوتية للصعود كان لها أدى لبعض الأباء في المبلغة في رحانية هذا الحدث التاريخي إلا أنه بيعطي الصعود مكان بارز في تدبير الفداء القديس كيرلوس الأرشاليمي بطريقة بارعة جداً ابتدى يتكلم كنحية شعرية فبيقول إيه عن الجوانب اللاهوتية والتاريخية للصعود بيقول في بيت لحم نزل من السماء بيتكلم عن التجسد ومن جبل الزيتون صعد إلى السماء في بيت لحم جاء إلى الناس ليبدأ عمل الفداء ومن جبل الزيتون صعد لينال إكليل عمل الفداء ده القديس كيرلوس الأرشاليمي في عزة عن المعمودية لما نتكلم عن صعود المسيح بالجسد من الأهمية بما كان بالنسبة لأباء الكنيسة أنهم يظهروا الجوانب اللاهوتية للصعود هو الحفاظ على الحدث بصعود المسيح بالجسد فالقديس غريغوروس النيسي في إحدى بيحس القراء اللي هما بيقروله ما كانتش عايزة على ما أعتقد على الإيمان بأن يسوق الصعد بكامل إنسانيته لأسباب روحية فبيقول أننا عندما نرى فيه ثقل الجسد الذي ينجذب بشكل طبيعي إلى الأرض يعني ما نفعش حد أنه هو يطير من الأرض لأن فيه جاذبية أرضية ويصعد عبر الهواء إلى السماء فإننا نؤمن وفقا لذلك لكلام الرسول أننا نحن أيضا سنخطف في السحب لمقاطر رب في السماء في الهواء ده كان تعليم القديس غريغوريوس ضد إفنوميوس وإفنوميوس ده كان كتب ضد الروح القدس وكان من الشخصيات الخطيرة جدا اللي هو إحنا بنسميه الجيل التاني من الأريوسية يحن زابيل فم أيضا بيفصر بيقول أن يسوع رفع في الهواء في أعمال الرسل كحركة من الجسد أما يحن الدمشقي بيعني هذا أن المسيح قد صعد إلى يمين الآب عندما صار جسدا في الأيام الأخيرة وله مقعد أو مكانة في الجسد وشارك في الجسد الممجد القديس يحن أغسطينوس أيضا بيقول أن طبيعة المسيح البشرية هي نفسها في السماء كما كانت على الأرض وإن كانت ممجدة فترك العالم بانسحاب جسدي وتقدم إلى الآب بصعوده كإنسان لكنه لم يترك العالم في حكم حضوره هنلاقي أن في تفسيرات كتيرة لأباء الكنيسة بيتكلموا عن تدبيرات جسد المسيح أنها قد انتهت أو بالأحرى ما يخص مجيئه في الجسد ومجيء الروح هو كان البداية لذلك نجد أن النزول الروح القدس بالارتباط بصعود السيد المسيح بالجسد كان شيء مهم جدا عندما تحدث أباء الكنيسة ولكن ماذا تكون الكتب المقدسة عن نزول الروح القدس يشهد الكتاب المقدس بشكل عام أن الروح القدس سيأتي فقط عندما يتمجد يسوع ويجلس عن يمين الآب ده في إنجيل يحنى الأصحى السابع ويسجل لوقة انسكاب الروح القدس في يوم الخمسين وأعداد الرسل لتنفيذ عمل الملكوت اللي رسالة الكرازة بالملكوت ومع ذلك نجد في إنجيل يحنى مثال غريب بيتعلق بأحد ظهورات يسوع بعد القيامة حيث نفخ فيهم وقال اقبلوا الروح القدس النفخة قبل العنصرة للروح القدس هي واحدة من أكثر المقاطع اللي فيه جدال فيما يتعلق بالعلاقة بين صعود يسوع وعطاء الروح القدس ولكن الجدال ده هو حسم من قبل أباء الكنيسة باستندهم لتعليم الكتاب المقدس زي ما بيقول في إنجيل يحنى لكني أقول لكم الحق إنه خير لكم أن أنطلق لأنه إلا أنطلق لا يأتيكم المعزي ولكن إن ذهبت سأرسله وإلا يكون أباء الكنيسة لم يتجهلوا حضور الروح القدس قبل يوم الخمسين في الواقع نلاقي أن القديس كيرلوس بيقول أن أعطاء الروح القدس كان هو مسجل في إنجيل يحنى ولما قال هذا ونفخ قال لهم اقبلوا الروح القدس على أنه عطاء حقيقي للسمار الأولى للروح القدس أيضا يحنى زابيل فم بيقول قبول الروح القدس قبل العنصارة كانت هبة القوة الروحية والنعمة من أجل مغفرات الخطايا وأما القديس أغسطينوس بيقول إن الرب يسوع أعطى الروح القدس مرتين مرة على الأرض من أجل محبة القريب اللي هو خدمة الآخرين والمسامحة ومرة أخرى في السماء من أجل محبة الله هنلاقي بناء على التفسيرات دي يبدو أن إرسال الروح القدس ربما لم يكن مرتبطا بشكل قوي بصعود يسوع في الكنيسة الأولى ومع ذلك هنلاقي أنه لا يأخذ في الحسبان على أساس من البدء يعني الحركة ذات نفسها بتبتدي من البدء البدء بتاعها بيبتدي من الأسفل بالصليب حركة اللي هو الصعود والنزول وتصعد من خلال القيامة وتصل إلى صعود يسوع الجسدي إلى يمين الآب وعنلاقي الكلام ده في عديد عند أباء الكنيسة زي هلاريوس أسخو بواتيه وبعض أباء الكنيسة الأولى أما بالنسبة للصعود الجسدي والنزول الروح القدس فمن الأدل المقدمة بالفعل نلاحظ إن الإجماع كان يتطور في الكنيسة الأولى التي رأت نزول وصعود المسيح بالجسد شرط مسبق لإرسال الروح القدس زي ما بيقول ترتوليان على سبيل المثال إن النزول للروح القدس كان مشروطا بواقع صعود يسوع كإنسان ويقول يحن زبيل فم السماء لها الجسد المقدس والأرض استقبلت الروح القدس أما هلاريوس أسخو بواتيه فأيضا بيرتبط بمفهوم آخر ويؤكد إن يسوع كان علي أن يصعد جسديا لكي يملأ كل الأشياء بروحه أما الفوائد الروحية للمؤمنين لم تكن ضرورة نزول الروح القدس بعد صعود يسوع مجرد مسألة فكرية لأباء الكنيسة ولكن سبب صعود يسوع هو أن الروح القدس يستطيع أن يسكب عطايا على البشرية أعظم عطية هو عطيته بنفسه لذاته زي ما بيشرح القديس أمبروسيوس في المزمور 19 بيقول بما أن أولئك بيقول صعد إلى العلاء وسب سبيا وأعطى عطايا صالحة للبشر ده مزمور 72-18 وحسنا قيل عطايا لأنه كابن أعطى لنا أعطى لنا وعنه كتبه يولد لنا ولد ونعطى ابنا وكذا أيضا عطيت الروح القدس ولكن بيقول القديس أمبروسيوس هل أتردد في أن أقول أن الروح القدس قد أعطي لنا طالما أنه مكتوب لأن محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس الذي أعطي لنا وعندما كانت القلوب الأسيرة غير قادرة على أن تقبله جاء الرب يسوع وسب سبيا لكي تتحرر عواطفنا فبسكب هبة العطية الإلهية الروح القدس يفيد عطايا الله لأن يسوع قد غلب الموت وصعد وفي تعليقه على مضمور 19 بيقول أغسطينوس أن الرب يسوع في السماء يشفع فينا عن يمين أبيه ويسكب الروح القدس من هناك على كل من يؤمن به بنفسه يستجيب له لا حين يسأل أن يمجد على الأرض بل عندما يشفع بنا في السماء عن يمين أبيه ويفيد الروح القدس على جميع الذين يؤمنون به أنتقل بسرعة إلى نقطة مهمة عن الفعل اللي ترجي في صعود المسيح إلى السماء لكن يهمنا طبعا في هذا الموضوع اللي هو دراسة رسالة القديس بوليس الرسول إلى العبرانيين لما بيقول عنها القديس يحن زابيل فقدم المسيح للآب التقدمة المتميزة المختارة عن الجنس البشري كإله كله وكم ابتهج الآب بهذه التقدمة لأن الذي قدمها مستحق لأن التقدمة كانت غير دانسة واستقبلها الآب ووضعها بالقرب منه وقال له اجلس عن يميني وإلى أي طبيعة قال الله اجلس عن يميني قالاه إلى ذاك الذي سمع قبلا أنت تراب وإلى التراب تعود فالقديس بوليس الرسول في إحدى النصوص بيكلم وأما المسيح وقد جاء رئيس كهنة للخيرات العديدة بدم نفسه دخل مرة واحدة إلى الأقداس فوجدها في دان أدى بديا بيتكلم عن المسيح اللي هو الكاهن إلى الأبد هنا هوت حنلاقي إن تمت زبيحة يسوع على الجلجسة ولكن كان ذلك تحت القبة السماوية تحت السماء حيث أنه قدم دمه ككاهن العطية تشترط الزبيحة فتعليم العبرانيين لا تستبعد الجلجسة بل كهنوت المسيح وتؤكده من خلال الزبيحة فلا تتعلق بالجلجسة بل بالمكان اللي هو تحت السماء فحلاي إن فيه ارتباط وسيط فموت المسيح الصليب تم في مكان سابت وفي لحظة سابتة اللي هي الجلجسة جزء من التاريخ المقدس اللي هو يقع في الزمان والمكان ويمكن للمرء يتكلم عن المكان تحت القبة السماوية الذي تمت فيه الزبيحة في حالة واحدة فقط ولكن يتم إعطاء الزمان والخلود في واحدة غير قابلة لتجسد في دراستنا إلى العبرانيين إحنا بنيجي في ليلة سابت الفرح وبنلخص تعليم القديس بوليس الرسول في رسالته إلى العبرانيين وعمل يسوع المسيح في التجسد والفداء بيقول يا يسوع في القسمة قسمة سابت الفرح يا يسوع المسيح زل اسم المخلص الذي بكثرة رحمته نزل إلى الجحيم وأبطل عز الموت أنت هو ملك الظهور غير المائة الأبدي كلمة الله الذي صار على الكل راعي الخراف الناطقة رئيس كهنة الخيرات العتيدة الذي صعد إلى السماوات وصار فوق السماوات ودخل داخل الحجاب موضع قدس الأقداس الموضع الذي لا يدخل إليه زو طبيعة بشرية وصار صابقا عننا صائر الرئيس كهنة إلى الأبد على ردبة ملكي صادق حنلاقي أن موضوع كهنة المسيح السماوي في الرسالة للعبرانيين بيكلم بمحتوى عن شفاعة المسيح الأبدية للبشرية فبتذكر الرسالة للعبرانيين أيضا رئيس الكهنة السماوي المتقدم السابق حيث دخل يسوع كسابق لأجلنا صائرا على ردبة ملكي صادق رئيس كهنة إلى الأبد النص ده هو يقدم لنا حقيقة عميقة ذات أهمية قصوى لمحتوى صلواتنا الليتورجية أن يسوع دخل للسماء ليس فقط بصفة رئيس كهنة ولكن أيضا كسابق لأجلنا زي ما بيقول بالنص القبطي هنا بروذرموس زي ما يقول يحنى المعمدان اللي هو بروذرموس اللي هو السابق هنا المسيح أصبح سابق لنا لأنه اخترق أعمى قدس الأقداس ويجذبنا من بعده إلى الوجود المباشر للحياة السالوسية والتي كانت مستحيلة على البشرية الساقطة بيجذبنا لحضن المجد الإلهي الذي كانت صورته الكتابية في العهد الأديم اللي هي قدس الأقداس في هيكل أرشاليم فهنا بيتشكل بصعود المسيح موكب احتفالي فتصعد سحابة من الشهود لتتبع المسيح المنتصر كما في العبرانيين يسير الإبن والأبناء معا في نفس العمل اللي هما شركاء المسيح كراعي وقطيعه فدولا بيشكلوا جماعة وحدة بينما هم يتقدمون يعني المسيح سابق ويبقى الموكب اللي هما المخلصين اللي هما بيتبعوه لذلك يجب على المرء أن يفهم دخول رئيس الكهنة إلى محضر الله على أنه دخول سابق يمهد الطريق يمشي أولا يفتح ويبدأه فلا يحتاج المؤمنون إلا أن يتبعوه إلا ليذهبوا بدورهم إلى السماء المكان المفضل علشان يتشكل هذا الموكب هو الكنيسة بيت الله اللي هي صارت قريبة للمسيح بسبب تجسده وده هو ذكره القديس يحنى فالتركيز على الليتورجية الإفخارستية للجماعة بتشكل كليا مع زبيحة تتشكل مع زبيحة يسوع المسيح السماوية ما فيش انفصال فالإفخارستية هي صورة الليتورجية للعبادة السماوية التي يحتفل بها يسوع رئيس الكهنة وهي أيضا إحياء لذكرى زبيحة المسيح التاريخية على الصليب عشان كده نقدر نقول أن الليتورجية ولما أتكلم عن الليتورجية هنا بركز على الصلاة بتاعة اللي احنا بنسميها القدس الإلهي فديت رحلة رحلة صعود إلى السماء ليه؟ يتقدم هذا الموقب اللي هو المسيح المنتصر الذي صعد بجسده الممجد إلى السماء وجلس عن يمين الآب فحنلاقي القدس أو العبادة الكنسية بتقدم تصور تقصي وسرائري للزبيحة على الصليب وكهنوت يسوع السماوي حيث يتم التعبير عن جانبي خدمته الأرضية والسماوية بشكل كامل فالعلاقة نفسها بين موت المسيح على الجلجوسة وزابحته تحت السماء يجب أن نشهدها بين التقدمة السماوية والاحتفالات التي نقدمها في سر العشاء الإفخاريستي على مذابح الأرض ففي ارتباط هنا وجهة النظر الأرضية اللي هي زبيعة الصليب والقيامة والتسكار بألام المسيح ذكرت في صلوات الكاهن في الوصية الأخيرة لما الرب يسوع بيقول للتلميس اصنعوا هذا لذكري النص اليوناني بيقوله واللي فيها بتكرار للكلمات التي قالها السيد المسيح في مقدمة العشاء الأخير إيه بقى التعبير يصنعوا هذا لذكريه علشان نفهم المعنى ده بننتقل إلى المفهوم العبري للتعبير العبري اللي هو زكرون بمعنى ذكرى الفصح اليهود بيعتقدوا إذا أقاموا الفصحة كانوا بيعتقدوا إيه إنه يوجد نص مأخوذ من جزء من أدابه مسمى المشنة بيقول كل يجب أن يعتبر نفسه من جيل إلى جيل كأنه خرج من مصر إذن عندما يقيم اليهودي اليوم فصحه لا ينتقل فقط إلى حدث مضى وتحدثت عنه الكتب ولكنه يحيا هذا الحدث خلاصا حضرا له ويتوق إلى الآتي أي ينتظر مجيء المسيح ليكتمل به الفصح فإذا فهمنا العشاء السري أي عشاء الرب مع الرسل في هذا المحيط التقسي اليهودي كان علينا أن نقول أن إقامة العشاء السري اليوم هي ذكرى بهذا المعنى المكسف أي أنها انتقال إلى ما جرى يعني بنعيش الأحداث دي حقيقة ولذلك نتحدث في القدس الإله عن ما جرى في الليلة التي فيها سلم ذاته من أجل حياة العالم أخذ خبزا بيدي المقدستين الطارتين وبارك وقصر وأعطى تلميزه هللاقي نظرا لأنه لا يكمن في الماضي يمكن فقط أن يكون موضوع النداء اللي احنا بنصليه في الكنيسة اللي هو بنسميه التضرعات أو التلبات وتسمى باليونانية إبيكليسيس موجهة إلى الآب السماوي لما بيقف الكاهن على المسبح ويقدم تطلعات طلبات وتضرعات بينضم تنضم الكنيسة لشفاعة المسيح اللي هو بيشفع عننا وتطلب بحرارة من الله ليرسل الروح القدس على التقدمات التي على المسبح والمؤمنين المحيطين بالكاهن والمنظر ده هوت حكى عنه القديس اغناطيوس الانطاقي لما كان رايح للاستشهاد في مدينة روميا وكانوا منتظرينه علشان يمنعوا على الاستشهاد قال لهم لا ده المسبح معد احنا بنعمل ايه المسبح بيبتبقى زبيحة وانتوا حواليها بتنشدوا فاسقف انطاقية جاي لكم هيتحط على المسبح فانتوا انشدوا تسبحة الخلود فربط ما بين الاستشهاد وما بين الافخارستية هنلاقي الطلبات هي عبارة عن استدعاء الروح القدس وانتظار حلوله على قرابين الجماعة بالزبط كما في الانجيل انه الايام العشرة ما بين صعود المسيح وعيد العنصرة كان الرسل متحدون ومجتمعون في الهيكل وفي العلية في العلية منتظرين مجيء المعز الذي وعدهم بيسوع هنلاقي التذكرات والطلبات لا تنفصل عن بعض ولكن نميز بينهم ليه لان عطية الروح القدس هي تعهد قبول التقدمات الافخارستية من الآب السماوي من خلال هذا النزول من الروح القدس ففي وحدة بتتأسس ما بين قطيع الراعي السماوي وهنا بيكون فيه استعداد وتجهيز بمواهب العنصرة اللي هي بينطلق القطيع الى القدس السماوي علشان ينال المواعيد والبركات السماوية هنلاقي أيضا في كل صلوات الكنيسة ان فيه صرخة الكنيسة بتصرخ من أجل ما جاء ملكوت الله وده هو يقين الانتصار اللي هو قريب مننا وحنلاقي ان دي دعوة وانتظار ان احنا نتجاوب مع صلاة يسوع الحرة فالآب الذي يسكو بالماء الحي للروح القدس في الجداول والطيرات والأنهار على الكنيسة يمكن الشعور بهذه الحياة المشرقة للملكوت الى حد كبير من خلال صلوات الكنيسة صلواتنا الليتورجية كثير من الصلوات اللي هي بتؤكد لنا على اننا نحسب كالقيام في السماء عندما نقف فيها يكالك المقدس فبناء على ذلك حلائي سفر المزامير في بداية صلوات الليتورجية اللي هي الموعظين بيشير الى سر عمل الفداء لأن ده كل النبوات ما يلي القراءات الكتابية ما يلي سفر المزامير اللي هي القراءات الكتابية بيشير الى الفترة التانية لفترة التجسد الإلهي اللي هي بتسبق الزبيحة وما حدث قبل موت المسيح اللي هي بتشمل مجيء وظهوره بالكامل وتبشر الزبيحة بموت المسيح وقيمته وصعوده عندما تتحول التقدمات الى جسد الراب بعد كده ما يلي المرحلة دي اللي هو فعل الزبيحة اللي هو التقديس ده بيذكرنا بوعد الآب أي نزول الروح القدس على الرسل وهؤلاء يحولون الشعوب الى الله ويوجهون جماعتهم المسيحية التي أسسوها بالكرازة اللي هي صلواتنا الليتورجية ولذلك نلاقي ان الليتورجية الموعظين او ليتورجية الكلمة بتبدأ بالسلوس الخدوس وده واضح ان الأب الكاهن بعدما بيختار القرابين اول حاجة بيعملها بيقول ايه السلاسة تقدسات التي تقال على القرابين المقدسة بالنسبة للتسبيح الشاروبيمي اللي هو السلاسة تقدسات اللي احنا بنقولها في الكنيسة هنلاقي ان هذه التسبيح هي مشاركة لنا مع جموع السمائيين في الملكوت وكأننا في محفل مشترك ما بين السمائيين وما بين الارضيين لما بيجي الكاهن في نهاية الصلاوات الليتورجية وبيختتم الليتورجية بيدي الحل يعني بالخروج فبنقول لما بتنتهي الزبيحة وكل التقوص الالهية اللي هي الخدمة فالكاهن بيودع المؤمنين ازاي بقى ان هو بينزل تدريجيا من المكان العالي اللي كان فيه اللي هو الهيكل ويخش الى وسط الشعب وبعدين في وسط الحشود المجتمعة يعطيهم البركات التي فاضت عليهم من خلال الصلاوات الكنسية طبعا الكلام عن عيد الصعود وعيد العنصرة وارتبطهم ببعض هو كلام اصبح حديث اباء الكنيسة في القرون الاولى والذي افاضوا فيه بكتابتهم في تأملات روحية واستنارة عقلية وتركوا لنا اجمل التعليم والخبرات الروحية ربنا يمتعنا بهذه الايام ونحن عايشين مازلنا في فترة العشرة ايام ما بين الصعود والعنصرة ونتمتع بعيد العنصرة وننطلق بعد العنصرة مثل الاباء الراسليين كارزين بكلمة الله ومبشرين بالملكوت ولإلهنا المجد الدائم الى الابد امين شكرا جزيلا دكتور ميشيل والحقيقة يعني محاضرات قيمة جدا من اجل فهم الابعاد الليتورجية والتاريخية والابائية للمناسبات الكنسية بداية من القرون الاولى الكنيسة الحقيقة بتجسم هذه الاحداث وتجعل هذه الاحداث الالهية وتدابير الخلاص نحتفل بها ليس على مستوى الزكرة ولكن على مستوى الحدث الخلاصي عشان كده حتى في اللحن بتاع القيامة بنقول تناظ ان احنا ننظر القيامة وننظر القيامة ونعيش القيامة ونعيش مناخ الانستسية من خلال الاسمة ومن خلال الالحان ومن خلال الايقونات واخرستوس صر ان يصعد بالجسد على الصليب ويحتمل الموت ويقيم الموت بقيامته المجيدة وفي اللحنة بتاع طوليسوس عبارة عن عبارة عن رسم صوتي للحدث ان واحد اليهود عملوا الختم واثنين الحراز بيحرسوا الجسد وتلاتة المسيح قام المخلص في اليوم التالت مانحن الحياة للعالم اربعة القوات السمائية يعني كل حدث بيقوم بيقوم بيقوات السمائية تهتف لواهب الحياة وبعدين ندي الزكسة بقى للقيامة والمجد لتدبيرك يا محب البشر وحدك طبعا كل العبادات والمفاهيم اللي ترجع ترقينا لكي نعيش الحدث والقيامة والصعود والجلوس عن يمين الآب وحلول الروح القدس لا يمكن فصلهم في خلال العبادة بتاعة الزمن الفصحي وهو زمن خيرات لأن رب المجد يسوع قال خير لكم أنطلق فهو زمن خيرات كاملة وهو الذي صعد للسماوات وسب سبيا وأعطى الناس عطايا وخلص الذين في الجحيم وكان لنا بكورة يشفع من أجلنا كل حين أمام الآب السماوي والوهمات السيدية والألحان اللي هي جاية من البوهيم اللي هي الألحان والتراتيل السيدية اللي احنا بنقولها فيه المناخ بتاع الأنستسية كلها نور وفرح وبهجة وهتاف وخلاص من الحزن ونجاة يفرح الفم وتمتعنا ونقل لنا هذه المعارف من أجل مزيد من التفتيش مزيد من الترقي مزيد من البحث مزيد من المعرفة الصافية السابتة الموسقة يدينا ربنا نعمة وبركة نعاد عليكم الأيام بالخير وبركة أيام الخمسين المقدسة صعود الرب المجيد وحلول الروح القدس البنت قسطي بعد أيام تكون معانا يتمجد الله في وسط الكنيسة ويجعل كنيستنا دائما على مصار الرسل والكرازة لربنا المجد دائما أبديا أمين